اهلا بكم حبابي طلب وطلبات الصف السادس الابتدائي اهلا بكم في اول درس في الترمي التاني كل عام طيبين والترمي سعيد عليكم والف مبروك التفوق في الترمي الاوليني طب يا مصر لو نقصنا في الترمي الاول عادي جدا نفيش عين مشكلة كلنا بنطلغبط وكلنا بنغلط نفيش مشكلة نعوضها في الترمي التاني نراكز اقدر ونهتم اقدر وربنا وفقكم ان شاء الله وتجيبوا احلى الدرجات مع بعضينا العنوان يعني ايه انواع الروافع عشان اعرف يعني انواع الروافع لازم نعرف الاول يعني ايه كلمة رفعة فبيقولوا من فترة زمنية طويلة ابتكر من السنب المشين زمان خالص في العصورة البداية الانسان ابتكر الات بسيطة ما كانش العلم هو متطور كان بيستخدم مثلا ايه اه فرق بتاع شجرة فيروح اياه عشان يحرك به مثلا حجارة او اه معدن معين او اه صخرة اه يرفع بها صخرة تانية ايه االات بسيطة كان بيستخدمها تو هل بهم تو برفورم هيفي تاسكس هيفي تاسكس يعني ايه مهمات سقيلة يبا هو استخدم بعض الالات البسيطة لها سنب المشين ليستخدمها تو برفورم هيفي تاسك حتى اللي يؤدي مهمات سقيلة بسهولة جدا زا مصد مصد قومت سنب المشين اللي هي الالات البسيطة دي سموها يعني روافع يبا روافع دي عبارة عن الات بس سموها ايه سنب المشين انها الات غير مؤقتة غير الكمبيوتر غير الالة الحزبة غير التليفجن الات بسيطة جدا ابتكرها بسيط يعني اوكي اا اا ذات وير فرست دسكرايب يعني تم وصفها سنة ميتين وستين بي سي يعني بفور كريست او قبل الميلاد قبل ياولاد ان ميلاد يبا هذه الروفع تم ابتكرها امتى ياولاد تم ابتكرها او وصفها سنة ميتين وستين قبل الميلاد عن طريق عالم غريق عالم اغريقي اسمه ارشيميدس اول واحد يوصف الروافع دي ويصنفها عالم اسمه عالم اغريقي سنة ميتين وستين قبل ايه الميلاد خلاص يا حروين اوكي انا بيقول لك اذا يعني بص الى هذه الصور ها اللي بتوضح لنا بعض ايه بعض الروافع زي مسلا ويل بارو عربة الحديقة يعني ايه كسرت البندق سيزون اللي هي المقص يبديته اعتبر ياولاد روافع اهلات بسيطة غير معقدة ابتكرها سهل وبسيط اوكي اسمها يعني يعني روافع دي امثلة لبعض روافع طبعا انا اخد حاجات كتيرة اوي كمان شوية الصفحة اللي بعديها بيقول انت لاحظت كل الادوات السابقة يعني ايه بتشترك في الحاجات اللي جادي يعني مثلا لو انا مسكت مثلا المقص ده اسمه ريجد بار ساقمتينة صح الريجد بار دي اولاد لازم ان يكون فيها تلات حاجات فيها حاجة اسمها افرت فورس القوة لما بنمسك المقص من هنا دي اسمها افرت فورس قوة المجبود بتاعك اللي انت بتبذلهم بتبذل من الشخص لازم ان يكون في قوة تعادل حاجة اسمها المقاومة المقاومة هنا اللي هي مين اللي هو القماش اللي احنا بنقصه يبقى في حاجة اسمها افرت فورس في حاجة اسمها وفي حاجة بقى في النص كده بيسموها اللي هي ايه بيسموها فولكرم فولكرم اللي هو ايه يا ولاد اللي هو محور الارتكاز محور ايه الارتكاز خلاص طيب من خلال الشرح البسيط ده كلها دي مقدمات عشان نوصل لتعريف الليفر يعني يا ولاد الليفر رافعة طيب عايزين نعرفها مع بعضين الليفر يعني رافعة ات از ريجد بار استريتور كورفن زات روتيت الساق ماتينة ايه تتعتبر الساق ماتينة ها زات روتيت استدور الراوند حوالين فيجزت بوينت نقطة ثابتة تسمى فولكرم محور ارتكاز تخيلوا المصمار ده مش موجود المقصة كل يبقص لده اللي بيلف حواليه محور ايه ارتكاز and is affected هذا الرافعة تتأثر قوة and resistance force قوة المقاومة خلاص يا اولاد يبقى قوة ايه ومقاومة طيب نقول تاني مع بعضين ده تعرف ايه الليفر غالبا بتيجي scientific term يعني الليفر رافعة it is a rigid bar ساق ماتينة مستقيمة او كارفت متنية زي ما ناخن اا بعد شوية بعض الامثلة تدور تدور حول نقطة ثابتة تسمى فولكرم and is affected هذا الرافعة تتأثر بقوتين قوة اسمها effort force قوة مجودة كنت اللي بتبزله قوة الجهد وحاجة اسمها resistance force اللي هي قوة ايه المقاومة طيب برضو الكلام اللي جايش بمقرر اللي هو استراكة شرقة مصر يعني تركيب الليفر من خلال الشرح اي رافع تتركب من ثلاث حاجات resistance force effort force فولكرم فاكرين المقص اهو دي كده اسمها ايه effort force طيب وده فولكرم ولو مش اللي بنقصه resistance force نفس الكلام ضرب مثال تخيلوا ان احنا عندنا مرجحة كده حطينا عليها شخصين واحد منهم هيمثل resistance force التانية هيمثل effort force واللي في النص ده بنسمى ايه يا اولاد فولكرم اللي هو محور ايه الارتكاز يبقى اي رافعة هتتكون من ثلاث حاجات resistance force effort force فولكرم اول حاجة resistance force. قوة المقاومة. it is the force resulted from the weight of the body that we wanted to more. يعني القوة اللي بتنشع من وزن الجسم اللي احنا عايزين نحركه. ده مش فاهمين يا مصر افاهمك. تخيل ان احنا عندنا مثلا. عربة حضيقة. صح? شاور اللي على ال effort force هنا. الرجل اللي هيزوق العربة ده اسمها effort force. فين المقاومة? الحاجة اللي احنا شايلين هنا. سواء اللي يعني سوري قمامة او طوب. حطين فيها رملة اي حاجة? ده اسمها ايه? resistance force. العاجلة دي اسمها ايه? فولكرم. اللي هي الاو. طيب انا دهوقتي بعرف مين resistance. resistance ده تعتبر ايه? ها? قوة تنشع من وزن الجسم اللي انا عايز احرقه. يعني او حطيت حاجة تقيلة اوي اوي. ها? يبقى القوة اللي بتنشع من وزنها تسمها ايه? resistance force. مرة كمان. يعني resistance force قوة المقاومة. it is the force. القوة resulted from تنشع من وزن الجسم that we want to move اللي انا عايزين نحرقه. طيب اللي بقعدو يا مستر. الافرت force اهو. it is the force that exerted by a person. الشخص اللي بيزوقه العربية ده بيبزق القوة اسمها افرت force. هي القوة التي تبزل من الشخص عشان تعادل ال resistance. يعني لو resistance دي كبيرة تبقى الافرت force لازمة تكون كبيرة. مستحيل اجيب طفل صغير اقول لزوق العربية دي. ان الافرت force. فهمين? يبقى الافرت force هي القوة التي تبزل من الشخص عشان تعادل المقاومة. it is the force that exerted تبزل. و the person من الشخص يعني ايه اكيوليبريت? تعادل. تعادل او تكافئ المقاومة. خلاص يا ولان? ده تعرف الافرت ايه فورس. اما الفولكرام? سهلة وجميلة جدا. يعني ايه? النقطة السابتة التي تدور حولها الرافعة. اسهل كلام بنتكلم عنه الماص. هي دي كده ايه? طب المرجعة بتاعتنا دي. فين الفولكرام? اهي. نقطة سابتة تدور حولها الرافعة. دي تطلع تنزل لكن دي سابتة اهيه. فهمين يا اولاد? دي اسمها ايه? فولكرام. طبعا برمزلها بالرمز اف. بالرمز ار عشان ده يتفيدنا في بعض المسائل قدام. فولكرام او. يبقى ايه تعريف الفولكرام? كل ده مهم جدا عشان تبيتيجي سانتيفك تلم. اتز افكس بوين. النقطة السابتة التي تدور حولها الرافعة. طيب. بقى كتير. سيس المرجيحة. كروبار العتلة. هنفهم يعني دوقتي العتلة. سيزرز المقص. بوتل اوبنر. المفتاح اللي بنفتح به ازازة الحاجة السقعة. نوت كريكر كسرت البندر. استيبلر الدباسة. ايس او سويت هولدر. ماسك الحلوة او التلج. ويل بارو. عربة الحديقة. مانيوال برام. اللي هي المكنسة الادوية المقاشة. كلها دي. امثلة المين? للليفر. الله. كلها ليفرز. اه. يعني ايه? روافع بسيطة. آلات بسيطة. مش محتاجة ابتقار. يعني انسان ما تعبش اوه في ابتقارها. مش حاجات كومبليكيتد. مركبها معقدة. زي بعض الاجهزة الالكترونية او الاجهزة الكهربائية. عشان كده سموها سيمبل ماشين. سيمبل ايه اولاد? ماشين. الصفحة اللي بعدين. يلا. اعطينا امثلة هنا. اعطيني اه اسئلة عشان يشوفنا. فاهمين او لا لا. نعط. از افكز الوين. هو الوردة باررو تي تسأل الله. هنا بيتكلم على مين? قول معايا بقى. اول ما يقول لي فكز الوين. يبقى بتكلم على مين? فول كرام. تكلم على مين? فول كرام. اللي هي ايه يا اولاد? فول كرام. اللي هي آآ النقطة السابتة. اللي هي تدور حولها الرفع اللي هي محور التكاز. اتنين. نقطة موسيسس اف. مين اللي فيها رزيستنس الفورس. وايفورت فورس. وكمان معها ايه? فول كرام. يبقى بتكلم على مين? نا بتكلم على الليفر. يعني الليفر? الرفع. الرفع بتتكون من؟ رزيستنس الفورس. فول كرام. افورت فورس. ثلاث. نقطة. رزالت. فم the weight تنتج من وزن الجسم that we want to move أنا بتكلم على مين force resulted from the weight أنا بتكلم على resistance of force اكتبعنا يا أولاد يعني resistance of force اللي هي قوة المقوى يلا مع بعضنا نشوف the importance of liver يعني يا أولاد importance of liver importance of liver يعني فوائد الروافع او اهمية الروافع يطر الروافع دي لا اهمية في حياتنا طبعا فيه ست وظائف للروافع وه increasing force زيادة القوة increasing distance زيادة المسافة increasing speed زيادة السرعة هناخد أمثلة دا ونفهم moving the force from one place to another نقل القوة من مكانه لآخر accuracy in performance الدقة في الأداء avoid dangers تجنب الخطر نشوف مع بعضنا خلاص هؤلاء نشوف مع بعضنا أول وظيفة ها increasing force يلا فكر معايا بقى يعني increasing force زيادة القوة some lever some lever exerted effort by using small force يعني بعض الروافع save بتحافظ أو بتوفر جه باستخدام small force قوة ايه صغيرة يعني مثلا صاحبنا دا مسك عتلة ممكن يرفع بها حجر كبير بس مجود قليل لو رفع الحجر بيديه يبزل مجود أكتر بالرفع يبزل مجود أقل يبقى أنا دلوقتي باستخدم الرفع دي في ايه increasing force يعني increasing force زيادة القوة يبقى فيه روافع save the exerted effort بتوفر مجود مبزول باستخدام قوة صغيرة to move heavy loads حتى تنتقل أو 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 لتحرك ها heavy loads heavy loads يعني ايه يعني أسقال كبيرة فاهمين اغلاد زي حاجة اسمها crowbar العتلة نتكر هيك الكسرت البند يعني كسرت البندو دي من غير كسرت البندو نجد صعوبة رهيبة في كسر هذه البندقية فاهمين لكن دي بتوفر علينا مجهود من غير اللي حتى لا كده كده ممكن نرفع الحجر بس نبز المجهود أكتر فدي بتوفر علينا مجهود يبعدها يبعدها كأنها بتزود القوة بتاعتنا increasing force اللي بعم increasing distance يعني increasing distance زيادة المسافة إزاي الأخت دي اللي عمالة تكنس بتحرك إيديها في الجزء العلوي من المكنسة اللي يدوية دي المقاشة دي بتحرك إيديها مسافة صغيرة بس الجزء اللي تحت بتحرك مسافة إيه كبيرة فالروافع دي أو هذا النوع من الروافع زي الماني والبروم المقاشة أو المكنسة الأدوية تستخدم increasing distance يعني increasing distance زيادة المسافة سمليفر اللاو exerting force for a small distance to move an object for longer distance ببعض الروافع بتسمع ببزل قوة لمسافة صغيرة علشان الجسم ينتقل مسافة أطول زي مثلا انذا منوال بروم يور هان موفز small distance إيديك بتتحرك مسافة صغيرة الثابر بارد في الجزء العلوي في بروم بروم اللي هي المكنسة وايل الثابر بارد بينما الجزء السفلي موفز longer distance تحرك مسافة مسافة أكبر خلاص يبقى هنا خدنا حدوة حاجتين خدنا increasing force لازم نحفظ الأمثلة crowbar not cracker increasing distance خدنا manual ايه بروم إلا بعد إلا بعد increasing speed يعني increasing speed زيادة زيادة السرعة يعني بعض رافع بتزود سرعة الجسم اللي احنا بنقصر عليه زي الهوكيبات فاكرين مضرب الهوكي ده باستخدامه ممكن يزود السرعة بتاعة حركة القرى يبا الهوكيبات الهوكيبات مثال لإيه إيه increasing speed مثال increasing إيه زيادة اللي بعد moving force from one place to another نقل القوة من مكان الى آخر example the manual the force of your hand موظف رومان بلسة وانظر يعني ايه يعني انا واحدة بنكنس حاجة اوكي احنا بنحرك ايدينا في جزء العلو واللي تحت ده الجزء ده هو المسؤول عن حركة الاجسام اللي انا عايز اشيلها فكأن بنق القوة من مكان الى آخر بنق القوة جسمي من ال upper part ال lower part of the problem يبقى قوة ايدك بتتحرك من مكان الى آخر يعني ممكن نجمع القمامة دي من غير ايه بندنج اوكي اللي بعد نضمن وظائف الروافع accuracy performance الدقة في الأداء يعني الدقة في الأداء في حاجات في حياتنا ما نقدرش نعمل ها الا من خلال الروافع انا مثلا الرجل اللي بيصلح الساعات اللي عايز يمسك ترس صغير او في الساعة هيمسك بيده ازاي صباح ينفع يدخل جوه الساعة ويمسك ترس لا بيستخدم حاجة اسمها تويزرز ملقات فاهمين اولا الملقى ده اللي هو التويزر سام ليفر اريس تبيك اب لالتقاط very small object الأجسام الصغيرة جدا such as تويزر يبقى انا بيستخدم الرفع دي تبيك اب التقاط الأجسام الصغيرة وهذا الامر يعتبر accuracy performance دقة في الاداء اللي بعد avoid dangers يعني avoid dangers تجنب المخاطر تجنب المخاطر زي مثلا ايه سام ليفر اريستو بيك ذهوت او كود بويزنس متين يعني يعني لو في مادة سام ممسكة بايدي لأن ممسكها بماسك معين في فحم مثلا كول بمسكه بايدي لا بمسكه بماسك الفحم اللي هو كول هولدر تلج تلج طبعا ما فيش خطورة منه العاج لكن بيتمسك برضو بهولدر فهمين يولان يبقى كول هولدر ايس هولدر العاجات دي تعتبر امثلة اللي روافع تستخدم ايه avoid danger لتجنب المخاطر طيب نلخص بعض الحاجات المهمة في صورة ايه الجف ايه يقولك مثلا كروبار العتلة تعتبر رفع مزودة للقوة طبعا احنا لسه اقلين الكروبار رفع مزودة للقوة ليه بيكوز تستخدم 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 لنقل ادي العتلة هاي حيث الحديدة كده متنين ممكن ارفع بها حجر كبير باستخدام قوة صغيرة يبقى عشان كده تعتبر رفع مزودة للقوة تاني كروبار اذكر السبب الكروبار تعتبر رفع مزودة للقوة تستخدم لنقل اشياء ثقيلة هاي اللي بعد الدكتور زد كاترة واتشميكر اللي بيصلحوا الساعات بيستخدموا التويزر ليه to pick up very small object ليه بيستخدم التويزر because it is used to pick up very small object اخر حاجة انا اخدها مع بعض وقال لكم باي باي والفيديو القادم يا ولاد نكمل الدرس عشان وقت الفيديو ما اطولش ناخد بقى انواع الروافع هي الروافع من النوع الاول والتين والتالت نشوف بقى بعض الاسئلة هي محلولة اصلا بس نترجمها ونفهمها مع بعض يقولك مسلا نقط اول ما يقول لي من الروافع اللي بتستخدم لزيادة السرعة اللي هو كيبات تكتب هنا هو كيبات هي كده كده محلولة بس انا بحلها معك عشان اكد معك على الاجابة وترجم لك وتفهمها اخضر اتنين نقط اجزام بالمثال الروافع تستخدم to pick up التقاط الاجسام الصغيرة طبعا مين تويزر اللي بيستخدموه مين الدكتورس والواتشميكر طب اللي بعد نقط نقط ار اجزامبل اف ليفر امثلة للروافع اللي بتستخدم زيادة القوة مين اللي كانت بستخدم زيادة القوة كنا بنستخدم والنط العتلة وكسرت المنت اتمنى انت تكونوا استفدتوا كده يا ولاد نص الدرس الاول خلاص الفيديو القادم اشرح لكم درس جميل او نكمل الدرس لزيز وسهل جدا اللي هو الى اللقاء في الفيديو القادم اعتمانيتي لكم بكل التوفيق والنجاح ان شاء الله